في البصرة عادت رائحة الموت من جديد وفاة بفعل التعذيب في أحد سجون مكافحة المخدرات في المحافظة العين العراقية التي كانت مواربة لما يحدث في سجون البلاد أصبحت أكثر تركيزا على واقع التعذيب سيما بعد أن شكل رئيس الحكومة لجنة الاستقبال الشكاوي من أشخاص وذوي سجناء تعرضوا للتعذيب التغيير بكاميرتها التي التقطت ووثقت شكوى ماريرا لأحد سجناء كاركوك كان لها مساحة خاصة في تسليط الضوء على ما آلت إليه تبعات فتح باب التحقيقات في أخطر ملف يضرب حقوق الإنسان بحسب بيانات تقدم بها نواب في البرلمان فإن قرابة 300 قضية تعذيب داخل السجون كشفها ناشطون في حقوق الإنسان أكدوا أن عدم تعاون أجهزة أمنية أدى إلى غياب إحصائية رسمية سيما مع وجود أكثر من 65 ألف معتقل معظمهم أبرياء يؤكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن وفات أكثر من 28 معتقلا منذ بداية العام الحال جراء التعذيب وسوء التغذية والإهمال الطبي وتعاول جهة عراقية ونواب في البرلمان على مبادرة السوداني للحد من الانتهاكات الحاصلة داخل السجون وتحقيق العدل لمن تعرض للتعذيب خاصة وأن المنظمات الدولية تسجل بشكل متكرر تلك الانتهاكات وتنبه إليها وأعلنت الحكومة السابقة بين الحين والآخر عن إجراءات جديدة أو تشكيل لجان فيما يتعلق بملف التعذيب في السجون لكن نتائج تلك النشاطات غير معروفة غالبا ولم تحرز تلك اللجان تقدما واضحا في هذا المسار وهو ما يثير التساؤلات عن قدرة حكومة السودانية على تحقيق شيء ملموس لإنصاف آلاف الضحايا اشتركوا في القناة